مساء الخير على كل عشاق ومشاهدي شاشة قناة النادي الاهلي اهلا ومحبا بكم وحلقة جديدة من المجري النهاردة عندي كلام عاوز اقوله كلام كتير اول حبدأ بداية بقول لكم انتهى الدوري العام المصري بحلو بمرو صحيح الاهلي لم يحقق ما تريده جماهيره يعني النادي الاهلي لم يحقق اللي هو غرض البطولات عشان خطر جماهيره انا عارف اني جماهير النادي الاهلي احنا عودناكم على ان نفوز بكل البطولات لكن الكلام ده انا بقول لكم الكلام ده عادي جدا في كورة القدم كل جواد وليه كبوة لكن اللي حصل في الفترة اللي فاتت في بطولة الدوري العام النادي الاهلي قاعد حوالي 15 سنة 15 سنة يكسب بطولات ملهاش اول من اخر وده كان طبيعي بالنسبة للنادي الاهلي عشان يجي فترة من الفترات دي نادي الاهلي لم يحقق اي شيء انا باش بقول بقى ان دي شماعة هنعلق عليها اخطاءنا لا 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 فيه اخطاء كتير جدا حصلت على السحرة دي كلها بداية من الاتحاد المصري والتحكيم زي ما انتم عارفين وباش هنبضى بقى نزيدوا ان ايه ده شو لكش انتم بتلاقوا الشماعة تعلق عليها اخطاء اخطاءكم لا احنا باتكلمش على كده اه فيه اخطاء من عندنا فيه اخطاء من عندنا هل تعلمنا من الدرس كويس وحنرجع بسرعة ان شاء الله النادي الاهلي هيرجع بسرعة للنادي الاهلي يمرض ولا يموت كلمة دي انتم عارفين صاحب الشعبية الكبيرة النادي الاهلي بيتعرض لكل فترة لكن بيعود سريعا احنا عارفين اللعيبة طبعا اللي كذبت ست بطولات في سنتين اللي فاتوا هتقول للنادي الاهلي سنة دي ماخدش ولا بطولة شيء طبيعي اللعيبة مجهدة اللعيبة دي مش قالة اللعيبة دي الضغط المباراة ورا بعض والاخطاء بتاعت التحكيم اللي دخلت فيها مشاكل كتيرة جدا بش هقولك بقى بش هتكلم على الكلام ده كله انما بقولك هو ده فعلا اللي حصل وهتشوفوا اللعيبة بتاعتكم مع اللعيبة الجديدة اللي جاية مع مدرب جديد مدير فن جديد هتشوفوا النادي الاهلي حاجة تانية ده ليه لان النادي الاهلي الضغط والضغط انا مش هتكلم على اي اخطاء بيتقال لكن التحكيم اه كان ليه كان ليه عامل كبير عامل كبير وبعض الناس تطلع تقولك انا انتماءاتي لنادي كذا انا باتكلمش على ما مفعش بقى واحد مسؤول عن الكرة المصرية يقولك انا انتماءي لنادي كذا وكذا 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 يخليك على مسافة وحدك وعندك مدير اتحاد مدير اتحاد اخطأ وخطأ كبير وضيع من النادي اهلي بطولة افريقيا وما زلتوا لحد الوقت عليه ليه ليه والسات الوزير تكلم فيها والناس كلها اتكلمت الوزيرها كان مديرش هتدخل والتحاد الكرة ما تدخلش ولا حد سأل فيها طب ليه امتى انتم بتدوا جايزة للي اخطأ على كل حال احنا لما بنقول التحكيم كان وحش السنة اللي فاتت اه كان وحش احنا اكتر الناس تضررنا منه وبش اقول والمنافس استفاد منه خمس اربعتاشر نقطة اربعتاشر اه اه بوينتز راحوا على النادي الاهلي بسبب التحكيم وما تكلمناش فعشان كده انا بقول ان الفترة اللي جاية مش مستحملة لو لو جمهور النادي الاهلي استحمل المرة دي مش هستحمل المرة اللي جاية عشان كده بقول اتحاد الكرة اتقوا ربنا في النظام وشفتوا العالم كله اللي احنا لحد هذه اللحظة لسه من يومين الفترة اللي فات دي كان الدوري شغال والناس بدأت الدوري الجديد بتاعها لكن اقول لكم ايه انا بقول لجمهور الاهلي اتطمنوا على فرقتكم اتطمنوا على فرقتكم زي ما قلت لكم كل الكبوات اللي خلصت الفترة اللي فاتت دي خلاص لان فريق بحجم النادي الاهلي اللي تعرض لم يتعرض لي اي فريق في العالم احنا زعنا قازعنا والجمهور زعل اه زعلنا المسؤولين في النادي الاهلي زعلوا اه زعلوا ودروس بنتعلم منها بس اتمنى ان المسؤولين عن كرة القدم المصرية ان يتعلموا ودي مش عيب وشفنا اخطاء كتيرة جدا هتشوفوا العيبة بعد كده هتشوفوا النادي الاهلي بعد الراحة اللي هي قاعدة اللعيبة الكبيرة استريحت لان اللعيبة زي ما نقول لكم مش قالة حصلوا عليها وحتشوفوا اللعيبة دي تاني وبجانب كده هتشوفوا يعني فرقة ما حصلتش وزي ماقول لكم النادي الاهلي ليه فترات كل 15-20 سنة ليه كابوا وده ليه عشان بيجدد في التيم بتاعه شفتوا الاجيال بتاعتنا واجيال ابو تريكا واجيال كتيرة جدا الناس ااجيال عملت لنادي الاهلي تاريخ كبير انما الناس دي حققت 6 مطولات في سنتين ويه وكل 3 مباراة كل 3 ايام مباراة ده معناها ايه في ضغطة هلوعا تحكيم في ضغطة هي اللعبة دي مش قالة اللعبة دي بشر يتنفس زي زيك وزينا كلنا لكن اللي انا هقدر اقوله ان ان شاء الرحمن بطمن جباهير النادي الاهلي ان الفترة اللي جاية هتشوفوا لعيبة جديدة اللعيبة بتاعكم اللي كانت موجودة اللي مش عايزين نخفز اه في الارض كده نقول اللعبة دي كبرت لا 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 انا بقول لكم اللعبة دي استهلكت استهلكت فين كل 3 بقى لهم سنتين او 3 سنين بيلعبوا مفيش راحة وكل 3 ايام مباراة مين المسؤول عن الكلام ده كلنا كنا عارفين الكلام ده من الاول وده من اللي اثر على النادي الاهلي وهي الكرة فيها مكسب وخسارة اللي بيكسب بنقول له مبروك اللي بيخسر بنقول له هارد لك النادي الاهلي معودنا حتى وإحنا لعبين صغيرين في قشبال النادي الاهلي احنا ممتناش حاجة اسمها مركز تاني او تالت او رابع حصل اه حصل مش مشكلة انما النادي الاهلي بيجدد من دماغه في اللعبة كتير جدا لكن اللي انا عايز اقوله اه اللي حصل ربما ده انطرب نافعة في ايه ان ده احنا شوفنا لعبين ناشئين صغيرين ليهم مستقبل كبير جدا من الفترة اللي جاية ودي الاجهزة الفنية كانت تعنيها مش شايفاهم لا ده اللعبة دي فرضت نفسها وعرضت نفسها على الساحة الرياضية وانا اقول ممكن منهم اتنين اللي هما لفتوا نظري كمان بيتي النازل كلها حاجة بسم الله ما شاء الله يعني حاجة تفرح انما منهم حارس مارمان النادي الاهلي شوفير ابن احمد شوفير ابن الصافة شوفير حاجة حاجة يعني انا بقول لكم ده مستقبل مش بقولك كده بقى عشان تقوله ده زمين لك لا ده مستقبل للكرة المصرية مش للنادي الاهلي بس وإحنا عايزين وانا اتحطي نظام اتحطي جدول الجدول ده بيتحط من بداية الموسم وينهو بالموسم مفيش تواريخ بتتغير لان انت انا عاوز لكم حاجة هو منتخب مصر مكسبش ليه بطولات الفترة بفاتت هو منتخب مصر بتكون من مين من كل اندية مصر كلها بس معظمها بيقى من نادي الاهلي ده طبعا مع احترام الكل الاندية اللي موجودة على الساحة المصرية كلها طبعا فوق الرأس كلهم لكن انا بقول المنتخب محققش ولا بطولة السنة اللي فاتت وطلع من كلاس العالم صارنا امو افريقيا صارنا كلاس العرب هل كل دي بش خسارة على الكرة على رياض المصرية وكرة المصرية لكن انا بقول لكم ان النادي الاهلي راجع وانا بقول عشان كده اتحاد الكرة حط جدول ابدأ بالمسابقة بنظام وتنهاش بنظام تاني خليك على خط واحد خليك قريب بين الاندية كلها لان في النهاية الدور العام ده بيفرز بيفرز لعيب المنتخب مصر اللي حققت لنا قبل كده انجازات كبيرة وفي نفس الوقت انت انا بقول لي اتحاد الكرة حسن من المنتج عشان يتبع كويس حسن من المنتج المنتج اللي هو الدور العام ابدأ المباراة في موعدها واحنا شفنا السنة اللي فاتت بعض الحكام السوهرين طالعين حاجة تفرح ادي يا راجل بقى للناس دي كفاية شفنا من الناس الكبيرة التانية دي حاجة يعني مش عاوز اتكلم لكن ابدأ البطولة بنظام ونيها بنفس النظام ما تنهاش بنظام تاني ما تخليش مباراة في الجدول ترحل مباراة عن مباراة لفرق وفرق لا حط الجدول كان بيتحط زمان واحفكركم زمان الجدول ده كان بيتباع في الاوتوبيسات في الترام زمان بداية الدوري ونهاية الدوري هتقول لي ما فيه بطولات كتيرة دخلت ايه المشكلة فيها منت عندك اجندة دولية الاجندة ده هي معروفة للعالم كله العالم كله بيلعب بهذه الاجندة ايه اللي احنا ليه لان عندنا ناس بتفتي ناس بيش عارفة حاجة ناس بتمسك ويقولك كاني وماني ما يطلع مسار رئيسة حد ويقولك انا بنتامل نادي كذا يا سيدي انتامل نادي كذا ما حدش قالك حاجة انتامل ده من حقك زي ما انا بقول ان انا اهلاوي ويقول ان ان انت كذا لكن خليك على مسافة واحدة بين الفرق كلها لان في النهاية انت بتخدمش مصلحة نادي واحد بتخدم مصلحة الكرة المصرية كلها علشان خاطر منتخبنا هو الدور ده بيتعامل وكذا بتعمل عشان ايه عشان يفرز لعبها كويسين اه الاندية فيها اشبال طلعت كتيرة جدا انا بلوكم النادي الاهلي عنده مجموعة كبيرة جدا عشان منساش حد انا افتقرت بس اه مصطفى الشوبير لان انا شايف فيه حاجة هتبقى كويسة قوي وفيه ناشئين كتير طلعوا في اندية تانية وكل اندية مصر فيها ناشئين كويسين لكن ارجع واقول الاتحاد المصري لكرة القدمة المسؤول المسؤول عن اللعبة خليك على مسافة واحدة بين الاندية كلها متفرقش بين اغدر وصفر وحمر وبيض وبني لا خليك على مسافة واحدة لصالح الكرة المصرية بش لصالح حد خالص شكرا